تراجعت ماكينة التحالف الإعلامية الضخمة أمام عدسة الإعلام الحربي اليمني خلال سنوات الحرب وحدها كانت عدسة الإعلام الحربي اليمني التي تعيد الحقيقة إلى نصابها وتضع النقاط على الحروف كما تقول صنعا في كل صولة وجولة في الميدان العسكري وفي أكثر من أربعين محور مواجهة بتغطية دقيقة وموثقة دور الإعلام الحربي هو دور أساسي في هزيمة العدوان وإخضاعه إلى أن وصل الحال بهم أن يفرضوا من تحت الطاولة أو يتواصلوا من تحت الطاولة في عدم بث معركة جيزان وهي معركة كبيرة جدا تلقى فيها العدو السعودي هزيمة نكراء واغتلقى فيها جيشها على وجه الخصوص هذه الهزيمة إلى وقت آخر وأصبحت الإعلام الحربي أو أصبح الإعلام الحربي له دور بارز في العملية التفاوضية ما تحت الطاولة وما فوق الطاولة في جبهات ما وراء الحدود في نجران وجيزان وعسيرة وفي الساحل الغربي وفي كل سهل وجبال وثق الإعلام الحربي المعارك وأهمها معارك نصر من الله وإن عدتم عدنا فأمكن منهم ومعركة البنيان المرصوص وغيرها الكثير من معارك استراتيجية سحقت فيها ألوية للتحالف ووثقت محارق للدبابات والمدرعات والطائرات النصر من الله كانت معركة نوعية خاصة لأنها في مناطق حدودية وفي تماثم باشر مع العدو السعودي ودمرت فيها ثلاثة ألوية من أكثر الألوية عتادا وتجيزا وفنيا وعسكريا وخسر العدو السعودي فيها خسارة كبيرة ولعل الأسرة تجاوز أكثر من ثلاثة ألف سبع مسيح إذن كان بعدسة الإعلام الحربي في الصف الأولى في الصف الأولى وفي الأنساق الأولى لها دور كبير أولا في رفع معنويات مقاتلين في إحباط معنويات العدو إضاحة صورة للعالم ثماني سنوات أثبت خلالها الجيش واللجان الشعبية بالصوت والصورة سقوط أسطورة الأسلحة الأمريكية والبريطانية والفرنسية والتي استخدمتها السعودية في الحرب ودمروا كل أحلامها في تحقيق الانتصار كما يقول مراقبون أضحت كاميرا الإعلام الحربي اليمني أكثر ما يخشاه التحالف من بين كل الأسلحة اليمنية المتواضعة فقد نالت من مواكبتها انتصارات الجيش واللجان الشعبية من غرور التحالف وأثبتت فشل ترسانته العسكرية الضخمة أمام العالم أجمع أحمد محمد زبيب صنعاء الميادين